اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تشمل توجيه افراد الاسرة الى معرفة كيفية التعامل مع المعاق خدمات الارشاد الديني تشمل تدعيم الايمان بالله وتقبل الواقع والخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية تشمل توفر الاجهزة التعويضية كالمساعدات السمعية والبصرية والاطراف الصناعية وخدمات نفسية عامة القيام بالبحث النفسية حول المشكلات الخاصة وايضا هناك خدمات اجتماعية عامة تعديل الاتجاهات الاجتماعية السالب والافكار الخاطئة الشائعة لدى بعض المواطنين تجاه المعاقين الخدمات الخاصة هناك مشكلات خاصة لكل فئة من الفئات الخاصة هناك خدمات ارشاد لكل فئة ايضا منها خدمات الارشاد للمعاق طبعا في ضعف البصر الفئة تتلقى الرعاية ارشادي اكثر ما غيرها من الفئات عن طريق برامج وانشطة ومناهج تربوية واستخدام وسائل مثل طريق تبرايب لتناسب العمليات الحسابية وعمليات الكتابة لدى المعاقين بصريا وخدمات ارشادية للصم ضعاف السماع مثل توفير السماعات وخدمات ارشادية للمقعدين في حالة الاعاقة الجسمية مثل توفير الكرسي عجزة او توفير اي شيء يساعد المعاقين جسميا خدمات ارشادية للجانحين اصلح وتعديل البيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و bang ترجمة نانسي قنقر اذا إذن دور الإرشاد الجماعي لمعاقي استخدام الأساليب والعمليات التربوية الجماعية لخفض التوتر فهم سلوك الطفل المعاق يعاد قبول الوائدين للطفل المعاق والتحرر مشاعر الذنب والخجل هناك فوائد للتدخل المبكر تقويب تشجيع القدرات العقلية للطفل تشجيع المظاهر منع أو الوقائم لعاقة الثانوية وخفض التوتر النفسي لدى العسرة وخفض الحاجة للخدمات تدخل الوكر في المدرسة وتوفير الكلفة التربوية الصحية الخاصة برعاية الطفل المراحل التشخيص تعتبر أصعب مراحل بالنسبة للأهل عندما يتم تشخيص الطفل في مرحلة الطفولة لأول مرة لأنه عاق بحيث لا يمكن تقبل الأمر بسهولة وواقعية بعض جوانب تدريب في الإرشاد الجماعي المعاقين تدريب على مهارات الحياة وتدريب على مهارات الاجتماعية والجلسات الدينية وتدريب الرفاق نتابع في الإرشاد الجماعي للإدمان فضلي مناد السلام عليكم فضلي سادساً الإرشاد الجماعي للإدمان ما هو الإدمان؟ الإدمان هو التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية لدرجة أن المتعاطي أو المدمن يكشف عن انشغاله الشديد بالتعاطي كما يكشف عن عزل أو أي رفض للانقطاع أو لتعديل فعاطي وكثير وتصبح حياة المدمن تحت سيطرة المخدر ما هي الحاجة المدمن إلى الإرشاد؟ لأن تأثير استخدام التطوي للمخدر يؤثر على وظائف الدماغ وبالتالي السلوك يؤثر على الأداء الوظيف في داخل الأسرة والعمل والمجتمع ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان على المخدرات؟ انحراف الدور الإيجابي للأسرة جماعة الأصدقاء والرفاق الأمراض النفسية الفضول وحب الاستكشاف وعقلة الوازع الدين توفر المخدر بسهولة الوصول إليه ثقافة المجتمع ونظرته للمادة المخدرة ما هو العلاج الجماعي للإدمان؟ إن خلال مجموعات الدعم الذاتي وهي جماعة الزملاء يشاركون بعضهم البعض بخبراتهم وقوتهم وآمالهم علاج للمراهقين وهو علاج يعتمد على الأسرة لعلاج المراهقين يكون العلاج الجماعي وفق استراتيجية تهدف إلى تعلم المدمن من خلاله طرق واستراتيجيات للتعامل مع الاشتراك تطوير خطة شخصية شاملة للتعامل مع تطبيق مهارات حل المشكلات لتغلب على المشاكل النفسية والاجتماعية تعلم وممارسة مهارات استخاذ القرارات ما هي الأهداف الإرشاد في مجال معالجة سلوك الصعاطي؟ الهدف الإساسي مساعدة المتعاطي على تحقيق الانتناع والابتعاد عن إدمان المؤثرات العقلية الهدف الثانوي مساعدة المدمن على التعافي على تحقيق التعافي منهج الإرشاد في علاج الصعاطي والإدمان تتضمن فلسفة هذا النهج عنصرين مهمين الإقرار بأن إدمان المخدرات مرض من قبل الأسرة ومن قبل المتعاطي الاقتناع بأن الاستقامة هي طريقة تخلص من سلوك التعاطي ومن مرض إدمان المؤثرات العقلية ما هو دور المرشد في معالجة الإدمان؟ مساعدة المرضى على الاعتراف بأنهم أشخاص يعانون من مرض الإدمان تعريف المرضى بطبيعة الإشارة والعلامات والأعراب الدالة على الإدمان تعليم المدمنين أهمية الاعتراف بالمشكلة تحفيز المرضى لتحقيق الامتناع والمحافظة عليه تعريض المدمنين للمسائلة لحل المشكلات التي يتعذر حلها مساعدة المدمنين على تطوير استراتيجيات حل المشكلات في المنزل مساعدة المرضى على تحديد الحالات والمواقف التي يتم فيها غالبا استخدام المخدرات تشجيع المرضى على تطوير احترام أزاد مراحل معالجة مشكلة التعاطي ومرض الإدمان أولا بدء العلاج هذه المرحلة تعد الأصعب فكثير من المتعاطي والمصابين بالإدمان غير راغبين في مرحلة التعاطي وينكرون مسألة تعاطيهم وعند التعرض لموقف مأساوي يجعله يعيد التفكير في خيارات العلاج وسلوك تعاطي المخدرات وبلوغ مرحلة مرض الإدمان يمر بمجنوعة مراحل تعاطي بلذة تعود على التعاطي مع بروز تغيير في السلوك ورمط الحياة تعاطي تعلق بالتعاطي مع تغيير شبه كامل في اسلوب التفكير والتصرف انفلاث في التعاطي مع تزهور كبير في الوضع النفسي والاجتماعي بلوغ ضروة الإنفلاث والإدمان وبلوغ مرحلة اليأس والمرحلة الأولى من العلاج تطلب من المرشد تصميم برنامج معالجة لمواجهة المباشرة أو لأسرته للتعامل مع الحالة ويطلب الأمر عمل مقدم من البرنامج الإرشادي والتوقعات لذلك البرنامج الحصول على تاريخ كل مريض وتطوير الخطة العلاجية الخدمات الإرشادية العمل على مساعدة المرضى على إدراك معاناتهم من مرض الإدمان العمل على مساعدة المرضى على أن يقردوا الخروج من ذائبة الإدمان مساعدة المرضى على رؤية محاكم الحياة الخالية من الإدمان تعويقات مرحلة بدء العلاج الرفض والتأرجح الرفض بيعرف على أنه إنثار تذيق حقيقة ظروف حياة شخص التأرجح وهو قبول العلاقة وإنثار المشكلة وبالتالي رفض الدخول في المعالجة ويظهر الإحساس بالإزدواجية للأسباب التالية ربط المريض بالمشكلات شعور المريض بأنه ضعيف وعادز عن الخروج من ذائرة الإدمان العوامل المؤثرة للإقرار وعدم التأرجح تشجيع المرضى لمناقشة جوانب السلبية والإيجابية عن تناول مؤثرات العقلية تعرف المرضى على مزايا الحياة الخالية من المنخدرات التي تعودوا عليها تحديد أهداف الأشخاص المدنين بحياتهم والحديث عنها ثالثاً اختبار نتائج العلاج بعد الانتهاء من مرحلة بدء العلاج وجلسات العيادات الخارجية هناك مرتكزات يجب أن تكون حاضرة للمرشد لمناقشة الموضوع مع المتعاطين وهي نتيجة الفحص الطبي للتأكد من حالة الصعاطي استرجاع المواضيع الرئيسية من الجلسات الثالثة مرحلة المتابعة بعد العلاج حينما يكون التعامل مع الأسرة فعليهم أن يعرفوا هذا عن طريق الأسرة ومن أهم ما ينبغي معرفته ما يلي نفهم مرضى الإدمان معرفة الحالة التي كان عليها كل مريض منذ الجلسة الأخيرة الاستفسار عما إذا كان المريض قد استخدم المخدرات منذ آخر جلسة وهناك نلاحظ ما يلي كان المريض قد استخدم عقاقير أخرى فيجب ناقشة الانتناع عنها مناقشة مواضيع التعافي من الإدمان الجوانب الهامة في تحديث مجموعة إرشادية استعداد المرشد وإعداد أعضاء الجماعة استعداد المرشد لاستعداد وقيام بدوره في عملية إرشاد الجماعي إعداد أعضاء الجماعي يتم اختيار أعضاء الجماعة بحيث تشابه مشكلات أعضاء المجموعة إعداد مراكز ومكان للإرشاد الجماعي إعداد حجرات مستسعة في الأساف والأدوات المطلوبة والأجهزة اللازمة ويتراوح عدد أعضاء الجماعة من 7 إلى 10 أفراد تحديد مدة الجلسة من 6 ساعة إلى ساعة تنفيذ جلسات الإرشاد بتتم وفق ما يلي الجلسة الأولى وتهدف إلى التهيئة التعليمية والمعرفية وفي المراحل الأولى يبدأ المرشد يبدأ المرشد الجلسة بالآتي يبدأ الجلسة بطريقة غير مباشرة يبدأ الجلسة بإحاديث مثل عن الطقص عن الحالة العامة عن الجو وعند تعريفهم بنفسه وبدوره الجلسة الثانية بناء العلاقة بناء العلاقة المهنية هي العامل في نجاح الجلسة الإرشادية والسرية التقبل الإحترام وإتاحة الفرصة للتعبير عن الآراء والأفكار والمشاعر الجلسة الثالثة تحديد المشكلة والتقويم القبلي التعرف على التعرف على المشكلة وعلى الأسباب والدوافع المؤدية إلى وجود المشكلة الجلسة الرابعة العمق في دراسة المشكلة عدم التسرع في إصدار أحكام متسرعة الجلسة الخامسة إيجاد الحلول عن طريق التمثيل النفسي المسرحي الجلسة الثالثة التقويم البعدي وإنهاء العمل تصاغ منها توصيات التي اتفق عليها المشاركون لكي يقوم المرشد متابعتها كما العملية الإرشادية التي ينبغي أن يتقبلها كل من المرشد والمشترشدين تماما حدا عنده سؤال شباب حدا عنده تعليق إذن الإدمان هو حالة مرضية تتميز لتقدان السيطرة على استخدام المستمر لمادة معينة أو مارسة سلوك معين على الرغم من العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك إذن الإدمان هو حالة مرضية تتميز بفقدان السيطرة على الاستخدام المستمر بمادة معينة أو مارسة سلوك معين على الرغم من العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك يمكن أن يكون الإدمان نفسيا أو جسديا أو كلاهما طبعا أنواع الإدمان الإدمان على المواد يشمل الإدمان على المخدرات مثل هوراين كوكاين ما بعرف شو لسه أخير شيء وكحول الأدوية التي تستلزم موصفة طبية أيضاً الإدمان السلوكي يشمل الإدمان الأنشطة أو سلوكيات مثل لعب القمار مثلاً ألعاب الإلكترونية إدمان الفيسبوك التسوق الإنترنت إدمان الرياضة بشكل مفرط إذن أنواع الإدمان إدمان على المواد مثل مواد مخدرة الهوراين كوكاين الأدوية تستلزم موصفة طبية أيضاً الإدمان السلوكي يشمل إدمان الأنشطة أو سلوكيات مثل القمار أو الألعاب الإلكترونية أو التسوق أو الإنترنت الفيسبوك أو حتى مارست الرياضة بشكل مفرط إذن الإدمان هو حالة مرضية تتميز بفقدان السيطرة على الاستخدام المستمر لمادة معينة أو مارسة سلوك معين على الرغم من العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك طبعاً أنواع الإدمان الإدمان على المواد يشمل الإدمان المواد المخدرة مثل الهوراين أو الكوكاين أو الكحول أو النيكوتين أو التدخين وأيضاً الإدمان السلوكي يشمل إدمان الأنشطة والسلوكيات مثل العابة الإلكترونية أو الإنترنت أو التسوق أو الرياضة بشكل أو استخدام الرياضة بشكل مفرد من أسباب الإدمان هناك عوامل وراثية وعوامل بيئية وعوامل نفسية وعوامل بيولوجيا العوامل الوراثية تلعب الوراثة دوراً كبيراً في ميل الأفراد الإدمان إذن تلعب الوراثة دوراً كبيراً في ميل الأفراد الإدمان هناك عوامل بيئية تأثيرات المحيطة مثل الأصدقاء والعائلة والمجتمع يمكن أن تزيد من خطر الإدمان أيضا هناك عوامل نفسية قد تضمن القلق الاكتئاب الصدمة أو اضطرابات نفسية وهناك أيضا عوامل بيولوجية التغييرات الكيميائية في الدماغ التي تحدث بسبب تعاطي المخدرات أو السلوكيات الإدمانية إذن أسباب الإدمان العوامل الوراثية تلعب دورا كبيرا طبعا الوراثة تلعب دورا كبيرا في ميل الأفراد الإدمان العوامل البيئية هناك تأثيرات المحيطة مثل الأصدقاء والعائلة والمجتمع يمكن أن تزيد من خطر الإدمان وهناك أيضا عوامل نفسية قد تضمن القلق الاكتئاب الصدمة أو اضطرابات نفسية أخرى العوامل البيولوجية هناك التغييرات الكيميائية في الدماغ التي تحدث بسبب تعاطي المخدرات أو السلوكيات الإدمانية أعراض الإدمان هناك الرغبة الملحة وفقدان السيطرة والتحمل والانسحاب وأيضا التأثير السلبي إذن أعراض الإدمان الرغبة الملحة مثل الشعور بحاجة ملحة لاستخدام المادة أو القيام بالسلوك معين فقدان السيطرة عدم القدرة على التوقف أو تقليل استخدام أو السلوك طبعا هنا نتحدث عن الإدمان السل على المواد وإدمان السلوكي إذن الرغبة الملحة الشعور بحاجة ملحة لاستخدام المادة أو القيام بالسلوك معين فقدان السيطرة عدم قدرة على التوقف أو تقليل استخدام أو السلوك التحمل الحاجة لكمية أكبر لتحقيق نفس التأثير أيضا الانسحاب ظهور عراض دسدية أو نفسية عند توقف على الاستخدام وأيضا هناك التأثير السلبي استمرار الاستخدام أو السلوك على الرغم من العواقب الضارة إذن عراض الإدمان الرغبة الملحة فقدان السيطرة والتحمل وأيضا الانسحاب والتأثير السلبي تأثيرات الإدمان هناك تأثيرات صحية تأثيرات اجتماعية واقتصادية وقانونية التأثيرات الصحية يمكن أن يسبب الإدمان أضراء انجسدية ونفسية جسيمة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد والاضطرابات نفسية إذن يمكن أن يسبب إدمان أضراء جسدية ونفسية جسيمة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد والاضطرابات نفسية التأثيرات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الشخصية والعائلية وفقدان الوظيفة والعزلة الاجتماعية إذن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الشخصية والعائلية وفقدان الوظيفة والعزلة الاجتماعية الاقتصادية يمكن أن يتسبب في تكاليف مالية كبيرة بسبب العلاج أو فقدان الدخل أو النفقات المرتبطة بالإدمان إذن يمكن أن يتسبب في تكاليف مالية كبيرة بسبب العلاج أو فقدان الدخل أو النفقات المرتبطة بالإدمان أيضاً هناك تأثيرات قانونية قد يتعرض المدمن لمشاكل قانونية بسبب السلوكيات غير القانونية المرتبطة بالإدمان إذن تأثيرات الإدمان تأثيرات صحية يمكن يسبب الإدمان وضرارة الجسدية ونفسية جسيمة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد واضطرابات نفسية هناك تأثيرات اجتماعية يمكن يؤدي إلى مشاكل في العلاقات الشخصية والعائلية وفقدان الوظيفة والعزلة الاجتماعية وأيضا هناك تأثيرات اقتصادية يمكن يسبب في تكاريف مالية كبيرة بسبب العلاج أو فقدان الدخل أو النفقات المرتبطة بإدمان وهناك تأثيرات قانونية قد يتعرض المدمن لمشاكل قانونية بسبب السلوكيات غير القانونية المرتبطة بالإدمان العلاج للإدمان هناك علاج دوائي وعلاج نفسي وبرامج التأهيل ودعم المجموعات مثل مجموعات الدعم الذاتي إذن علاج الإدمان من طريق العلاج الدوائي والعلاج النفسي وبرامج التأهيل ودعم المجموعات العلاج الدوائي يستخدم لتخفيف أعراض الانسحاب وتقليل الرغبة العلاج النفسي يشمل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالدوافع والعلاج الجماعي برامج التأهيل تضم برامج عادة التأهيل السكنية أو العيادات الخارجية دعم المجموعات مثل مجموعات الدعم الذاتي التي توفر بها داعم للمدمنين في مراحل التعافي إذن علاج الإدمان العلاج الدوائي يستخدم لتخفيف أعراض الانسحاب وتقليل الرغبة العلاج النفسي يشمل العلاج السلوكي المعرفي العلاج بالدوافع والعلاج الجماعي وبرامج التأهيل تضم برامج عادة التأهيل السكنية أو العيادات الخارجية ودعم المجموعات مثل مجموعات الدعم الذاتي التي توفر بها داعم للمدمنين في مراحل التعافي إذن الإدمان مرض معقد ومتعدد الأبعاد يهضل بعلاجا شاملا ومتكاملا يتناول جميع جوانب حياة الفرد المتأثرة بالإدمان إذن الإدمان مرض معقد ومتعدد الأبعاد يهضل بعلاجا شاملا ومتكاملا يتناول جميع جوانب حياة الفرد المتأثرة بالإدمان إذن الإدمان إذن الإدمان هو حالة مرضية تتميز بفقدان السيطرة على الاستخدام المستمر لمادة معينة أو مارسة سلوك معين على الرغم من العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك ويمكن أن يكون الإدمان نفسياً أو جسدياً أو كليهما أنواع الإدمان الإدمان على المواد يشمل الإدمان على المخدرات والإدمان السلوكي الإدمان العنشطة والسلوكيات مثل العابة الإلكترونية أسباب الإدمان عوامل وراثية والعوامل البيئية والعوامل النفسية والعوامل البيولوجية العراض الإدمان الرغبة الملحة الشور بحاجة ملحة لإستخدام المادة والقيام بسلوك معين فقدان السيطرة عدم قدرة على التوقف أو تقليل الاستخدام أو السلوك التحمل الحاجة إلى كميات أكبر لتحقيق نفس التأثير وأيضاً انسحاب ظهور عراض دسدية أو نفسية عند التوقف على الاستخدام إذن العراض الإدمان الرغبة الملحة وفقدان السيطرة والتحمل والانسحاب والتأثير السلبي تأثيرات الإدمان هناك تأثيرات صحية يمكن يسبب أضراع جسدية ونفسية جسيمة مثل أمراض القلب أو أمراض الكبد الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في علاقات شخصية إذن تأثيرات الإدمان صحية اجتماعية اقتصادية وقانونية الصحية يمكن أن يسبب الإدمان أضراع جسدية ونفسية جسيمة مثل أمراض القلب الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في علاقات شخصية والعائلية الاقتصادي يمكن أن يسبب في تكاليف مالية كبيرة بسبب العلاج أو فقدان الدخل القانوني قد تعرض المدمن لمشاكل قانونية بسبب السلوكيات غير القانونية المرتبطة بالإدمان العلاج دوائي يستخدم تخفيف عراض الانسحاب وتقليل الرغبة العلاج النفسي يشمل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالدوافع والعلاج الجماعي برامج التأهيل تضمن برامج عادة تأهيل السكنية أو العادة الخارجية ودعم المجموعات مثل مجموعات الدعم الذاتي التي توفر بها دائما للمدمنين في مراحل التعافي الأرشاد الجماعي للإدمان إذن الأرشاد الجماعي للإدمان هو عملية تقديم الدعم والعلاج للإدمان هو عملية تقديم الدعم والعلاج للإفراد الذين يعانون من مشكلات الإدمان ضمن مجموعة إذن الأرشاد الجماعي للإدمان هو عملية تقديم الدعم والعلاج للإدمان ضمن مجموعة إذن الأرشاد الجماعي للإدمان هو عملية تقديم الدعم والعلاج للإدمان الذين يعانون من مشكلات الإدمان ضمن مجموعة طبعا هذا النوع من الأرشاد يمكن أن يكون فعالا للغاية لعدة أسباب إذن هذا النوع من الإرشاد يمكن أن يكون فعالاً بسبب لعدة أسباب الدعم الاجتماعي وتبادل الخبرات والتشجيع والتحفيز وتعلم المهارة الاجتماعية والشعور بالمسؤولية الدعم الجماعي يشعر الأفراد بالانتماء إلى مجتمع من الأشخاص الذين يواجهون تحديات مشابهة يمكن أن يساعد الدعم المتبادل في تعزيز الثقة وتحفيز الأفراد على الاستمرار في العلاج إذن الدعم الجماعي يشعر الأفراد بالانتماء إلى مجتمع من الأشخاص الذين يواجهون تحديات مشابهة يمكن أن يساعد الدعم المتبادل في تعزيز الثقة وتحفيز الأفراد على الاستمرار في العلاج إذن الدعم الجماعي يشعر الأفراد بالانتماء إلى مجتمع من الأشخاص الذين يواجهون تحديات مشابهة يمكن أن يساعد الدعم المتبادل في تعزيز الثقة وتحفيز الأفراد على الاستمرار في العلاج التبادل الخبرات يمكن لأعضاء المجموعة مشاركة تجاربهم الشخصية مع الإدمان والتعافي مما يوفر رؤى جديدة واستراتيجيات التعامل مع المشكلات إذن يمكن للأعضاء المجموعة مشاركة تجاربهم الشخصية مع الإدمان والتعافي مما يوفر رؤى جديدة واستراتيجيات التعامل مع المشكلة التشجيع والتحفيز يمكن لأفراد المجموعة تشجيع بعضهم البعض على تحقيق أهداف التعافي والبقاء ملتزمين بخطاط العلاج إذن يمكن لأفراد المجموعة تشجيع بعضهم البعض على تحقيق أهداف التعافي والبقاء ملتزمين بخطاط العلاج تعلم المهارات الاجتماعية يساعد العرشاد الجماعي الأفراد على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والتي قد تكون تضررت بسبب الإدمان إذا يساعد الإرشاد الجماعي الأفراد على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والتي قد تكون تضررات بسبب الإدمان الشعور بالمسؤولية يزيد التزام بالمجموعة من الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين مما يعزز الالتزام الشخصي بعملية التعفي إذا تعلم المهارات الاجتماعية يساعد الإرشاد الجماعي الأفراد على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والتي قد تكون تضررت بسبب الإدمان الشعور بالمسؤولية يزيد التزام بالمجموعة من الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين مما يعزز الالتزام الشخصي بعملية التعفي إذن يزيد الالتزام بالمجموعة من الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين مما يعزز الالتزام الشخصي بعملية التعفي إذن الرشاد الجماعي للإدمان يكون فعالا لمجموعة من الأسباب الدعم الاجتماعي يشعر أفراد بالانتماء إلى مجتمع من الأشخاص الذين يواجهون تحديات مشابهة يمكن يساعد الدعم المتبادل في تعزز الثقة وتحفيز الأفراد على استمرار في العلاج تبادل الخبرات يمكن لأعضاء المجموعة ومشاركة تجاربهم الشخصية من الإدمان مع الإدمان والتعفي مما يوفر رؤى جديدة واستراتيجية للتعامل مع المشكلات التشجيع والتحفيز يمكن الأفراد المجموعة تشجيع بعضهم البعض على تحقيق أهداف التعفي والبقاء ملتزمين بخطط العلاج تعلم المهارات الاجتماعية يساعد بأرشاد الجماعي للأفراد على تحسين مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي والتي قد تكون تضررت بسبب الإدمان الشعور بالمسؤولية يزيد التزام بالمجموعة من الشعور المسؤولية تجاه الآخرين مما يعزل التزام الشخصي بعملية التعفي أشكال الأرشاد الجماعي للأدمان هناك مجموعات الدعم وجلسات الأرشاد الجماعي بقيادة مختص والعلاج الجماعي إذن أشكال الأرشاد الجماعي للأدمان هناك مجموعات الدعم وجلسات الأرشاد الجماعي بقيادة مختص والعلاج الجماعي مجموعات الدعم مثل مجموعات مدمنون الكحول المجهولون مثلاً أو مدمنون المخدرات المجهولون تعتمد هذه المجموعات على برامج 12 خطوة وتوفر بيئة دائمة ومشجعة إذن مجموعات القحول المجهولون أو مدمنون المخدرات المجهولون تعتمد هذه المجموعات على برامج 12 خطوة وتوفر بيئة دائمة ومشجعة جلسات الأرشاد الجماعي بقيادة مختص طبعاً يديرهم معالجون نفسيون أو مختصون في علاج الإدمان وتركز على تعليم الأفراد استراتيجيات محددة للتعامل مع الإدمان والتعافي إذن يديرها معالجون نفسيون أو مختصون في علاج الإدمان وتركز على تعليم الأفراد استراتيجيات محددة للتعامل مع الإدمان والتعافي العلاج الجماعي يمكن أن يشمل نهجا تكامليا يجمع بين الدعم الجماعي وثقنيات العلاج المعرف السلوكي إذن العلاج الجماعي يمكن أن يشمل نهجاً تكاملياً يجمع بين الدعم الاجتماعي وتقنيات العلاج المعرفي السلوكي والعلاج بالدوافع ما هو دور المرشد في علاج الإدمان؟ إذن دور المرشد في علاج الإدمان إذن دور المرشد في علاج الإدمان طبعاً دور المرشد في علاج الإدمان هو دور حيوي ومعقد يطلب مهارات متعددة وفهماً عميقاً لعملية التعافي من الإدمان إذن دور المرشد في علاج الإدمان هو دور حيوي ومعقد يطلب مهارات متعددة وفهماً عميقاً لعملية التعافي من الإدمان طبعاً هناك تفاصيل لدور المرشد في هذا السياق بالتقييم والتشخيص من خلال جمع المعلومات جمع المعلومات يجمع المرشد معلومات شاملة عن الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض ويقيم الاحتياجات يحدد المرشد الاحتياجات إذن تقييم الاحتياجات يحدد المرشد الاحتياجات المريض العلاجية بناء التقييم الشامل إذن التقييم والتشخيص جمع المعلومات يجمع المرشد معلومات شاملة عن الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض وتقييم الاحتياجات تحدد المرشد الاحتياجات المريض العلاجية بناء على التقييم الشامل مثال يأتي شخص مثلا يعاني من إدمان الكحول إلى المرشد يقوم المرشد بإجراء مقابلة شاملة لجمع المعلومات عن طريق تعاطي الكحول مثلا الصحة النفسية والجسدية والعاومة الاجتماعية والبيئية المؤثرة بناء على هذا التقييم يحدد المرشد مستوى الإدمان ويشخص الحالة إذن مثال يأتي شخص يعاني مثلا من إدمان الكحول إلى المرشد يقوم المرشد بإجراء مقابلة شاملة لجمع المعلومات عن تاريخ تعاطي الكحول الصحة النفسية والجسدية والعاومة الاجتماعية والبيئية المؤثرة بناء على التقييم يحدد المرشد مستوى الإدمان ويشخص الحالة إذن التقييم والتشخيص جمع المعلومات يجمع المرشد معلومات شاملة عن الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للمريض ويقيم الاحتياجات ويحدد المرشد احتياجات المريض العلاجية بناء على التقييم الشامل مثال على ذلك يأتي شخص يعاني من إدمان المخدرات إلى المرشد مثلا يقوم المرشد بإجراء مقابلة شاملة لجمع المعلومات عن تاريخ تعاطي الصحة النفسية والجسدية العاومة الاجتماعية والبيئية المؤثرة بناء على هذا التقييم يحدد المرشد مستوى الإدمان ويشخص الحالة الثانيا وضع خطة للعلاج يحدد الأهداف يساعد المرشد المريض على وضع أهداف واقعية وقابل للتحقيق للعلاج إذن يحدد تحديد الأهداف يساعد المرشد المريض على وضع أهداف واقعية وقابل للتحقيق للعلاج ويطور خطة أو يطور خطة علاج فردية بناء على تقييم الاحتياجات يضع المرشد خطة علاجية مخصصة تضمن استراتيجيات والتداخلات المناسبة إذن مثال بعد التقييم ينشئ المرشد خطة علاجية فردية تضمن أهدافا مثل الامتناع عن الكحول أو الامتناع عن المخدرات تحسين الصحة النفسية تعزيز العلاقات الاجتماعية تشمل خطة أيضا جدولا للجلسات العلاجية والفردية والجماعية والأنشطة الصحية البديلة إذن ثانيا تحديد الأهداف يساعد المرشد المريض على وضع أهداف واقعية قابلة للتحقيق والإلاج وتطوير خطة علاج فردية بناء على تقييم الاحتياجات يضع المرشد خطة علاجية متخصصة تضمن استراتيجيات والتداخلات المناسبة مثال على ذلك بعد التقييم ينشئ المرشد خطة علاجية فردية تضمن أهدافا مثل الامتناع عن الكحول تحسين الصحة النفسية وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتشمل خطة أيضا جدولا للجلسات العلاجية الفردية والجماعية والأنشطة الصحية البديلة ثالثا تقديم المشورة والدعم النفسي إذن أولا التقييم والتشخيص ثانيا وضع خطة العلاج ثالثا تقديم المشورة والدعم النفسي من خلال الجلسات الفردية والجلسات الجماعية في الجلسات الفردية يعقد المرشد جلسات مشهورة فردية مع المريض لمناقشة مشكلاته وتقديم الدعم العاطفي والنفسي إذن في الجلسات الفردية يعقد المرشد جلسات مشهورة فردية مع المريض لمناقشة مشكلاته وتقييم الدعم العاطفي والنفسي الجلسات الجماعية يدير المرشد جلسات الجماعية حيث يمكن للأفراد مشاركة تجاربهم وتقديم الدعم لبعضهم البعض إذن جلسات الجماعية يدير المرشد جلسات جماعية حيث يمكن للأفراد مشاركة تجاربهم وتقديم الدعم لبعضهم البعض إذن يعقد المرشد جلسات مشهورة فردية أسبوعية مع المريض مثلاً لمناقشة تحديات اليومية مناقشة مشاعر القلق أسباب الانتكاس المحتملة يوفر المرشد بيئة آمنة للتعبير عن مشاعر ويساعد المريض في تطوير استراتيجيات مواجهة فعالة إذن يعقد المرشد جلسات مشهورة فردية أسبوعية مع المريض لمناقشة تحديات اليومية مثلاً يناقش أيضاً مشاعر القلق أسباب الانتكاس المحتملة يوفر المرشد بيئة آمنة للتعبير عن مشاعر ويساعد المريض في تطوير استراتيجيات مواجهة فعالة رابعاً التعليم والتوعية طبعاً تثقيف المريض والتوعية بالمهارات تثقيف المريض يزود المرشد المريض بالمعلومات حول الإدمان تأثيراته السلبية استراتيجيات تعامل معه التوعية بالمهارات يساعد المرشد المريض على تطوير مهارات التعامل مع التوتر وإدارة العواطف وتجنب المواقف المحفزة للإدمان إذن التوعية بالمهارات يساعد المرشد المريض على تطوير مهارات التعاون مع التوتر وإدارة العواطف وتجنب المواقف المحفزة للإدمان إذن التعليم والتوعية تثقيف المريض يزود المرشد المريض معلومات حول إدمان تأثيراته السلبية واستراتيجيات التعامل معه وأيضا التوعية بالمهارات يساعد المرشد المريض على تطوير مهارات التعامل مع التوتر وإدارة العواطف وتجنب المواقف المحفزة للإدمان إذن مثال على ذلك في أحد الجلسات يقدم المرشد ورشد عمل حول تأثيرات الكحول على الدماغ والجسم ويوضح للمجموعة كيفية تأثير إدمان على العلاقات الاجتماعية والعمل ويشرح لمرشد تقنيات إدارة التوتر وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية إذن مثال على ذلك في أحد الجلسات يقدم المرشد ورشد عمل حول تأثيرات الكحول على الدماغ والجسم ويوضح للمجموعة كيفية تأثير إدمان على العلاقات الاجتماعية والعمل ويشرح للمرشد تقنيات إدارة التوتر وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية خامساً تقديم الدعم الاجتماعي ربط المريض بخدمات الدعم يساعد المرشد في توجيه المريض إلى الموارد والخدمات المتاحة مثل مجموعات الدعم والعلاج الوظيفي والخدمات الاجتماعية إذن ربط المريض بخدمات الدعم يساعد المرشد في توجيه المريض إلى الموارد والخدمات المتاحة مثل مجموعات الدعم والعلاج الوظيفي والخدمات الاجتماعية دعم العائلة يمكن للمرشد أن يقدم دعماً وإرشاداً لأفراد عائلته عائلة المريض ليفهم طبيعة الإدمان وكيفية دعمه إذن دعم العائلة يمكن للمرشد أن يقدم دعماً وإرشاداً لأفراد عائلة المريض ليفهم طبيعة الإدمان وكيفية دعمه إذن تقديم الدعم الاجتماعي ربط المريض بخدمات الدعم يساعد المرشد في توجيه المريض إلى الموارد والخدمات المتاحة مثل مجموعات الدعم والعلاج الوظيفي والخدمات الاجتماعية دعم العائلة يمكن المرشد أن يقدم دعماً وارشاداً لأفراد عائلة المريض ليفهم طبيعة الإدمان وكيفية دعمهم مثال على ذلك يكتشف المرشد أن المريض يعاني من عزلة اجتماعية يقوم بتوجيهه إلى مجموعة دعم محلية مثل مدمنون كحول مجهولون ويساعده على انضمام إلى أنشطة مجتمعية تعز علاقات الإيجابية وتوفير دعم اجتماعي إضافي إذن يكتشف المرشد أن المريض يعاني من نازلة اجتماعية يقوم بتوجيهه إلى مجموعة دعم محلية مثل مدمنون كحول مجهولون ويساعده على انضمام إلى أنشطة مجتمعية تعز علاقات الإيجابية وتوفير دعم اجتماعي إضافي سادسا مراقبة التقدم والتقييم المستمر طبعا متابعة التقدم يقوم المرشد بمراقبة التقدم الذي يحرزه المريض بانتظام ويعد الخطة العلاج إلى إذا لزم الأمر إذن متابعة التقدم يقوم المرشد بمراقبة التقدم الذي يحرزه المريض بانتظام ويعد الخطة العلاج إذا لزم الأمر التقييم الدوري يعيد المرشد تقييم حالة المريض بشكل دوري للتأكد من فعالية العلاج واستمرارية التقدم مثال على ذلك يراجع المرشد تقدم المريض شهرية من خلال جلسات تقييم دوري إذا لاحظ أي تراجع أو ظهور علامات الانتكاسة يقوم بتعديل خطة العلاج إلى البيئة احتياجات جديدة وتقديم الدعم الإضافي إذن يراجع المرشد تقدم المريض من خلال جلسات تقييم دوري إذا لاحظ أي تراجع أو ظهور علامات الانتكاسة يقوم بتعديل خطة العلاج لتلبيه احتياجات جديدة وتقديم الدعم الإضافي سابعاً دعم الانتكاسة والوقاية منها خطة الوقاية والانتكاسة يساعد المرشد المريض على وضع خطة للوقاية والانتكاسات تضمن التعرف على مسببات الانتكاسة واستراتيجيات التعامل معها والتدخل السريع في حال حدوث انتكاسة يهدخ المرشد بسرعة تقديم الدعم اللازم وعادة المريض إلى مسار التعافي مثال على ذلك قبل عطة الأعياد مثلاً التي قد تكون فترة محفوفة بالمخاطر والانتكاسة يعمل المرشد مع المريض على وضع خطة للوقاية بالانتكاسة تضمن تحديد المواقف أو المواقف الخطيرة ووضع استراتيجيات بديلة والاتصال بالمرشد عند الشعور بالحاجة إلى الدعم إذن قبل عطلة الأعياد مثلاً تكون فترة محفوفة بالمخاطر والانتكاسة يعمل المرشد مع المريض على وضع خطة الوقاية بالانتكاسة تضمن تحديد المواقف الخطيرة ووضع استراتيجيات بديلة والاتصال بالمرشد عند الشعور بالحاجة إلى الدعم ثامناً التنسيق مع الفرق الطبية والمتخصصين التعاون مع الطباء والمتخصصين يعمل المرشد كي تزعمل فريق علاجي متكامل يضمن طباء ومعالجين نفسيين وخصائيين اجتماعيين لضمان تقديم علاج شامل إذن التعاون مع الطباء والمختصين يعمل المرشد كجزء من فريق علاجي متكامل يضمن طباء ومعالجين نفسيين وخصائيين اجتماعيين لضمان تقديم علاج كامل إحالة الحالات يقوم المرشد بإحالة المريض إلى متخصصين آخرين عند الحالة إذا التنسيق مع الفرق الطبية والمتخصصين التعاون مع الطباء والمختصصين يعمل المرشد كجزء من فريق علاجي متكامل يضمن طباء ومعالجين نفسيين وخصائيين اجتماعيين لضمان تقديم علاج شامل إحالة الحالات يقوم المرشد بحالة المريض إلى مختصين آخرين عند الحاجة مثل الطب النفسي أو العلاج الدوائي مثال يلاحظ المرشد أن المريض يظهر علامات اكتئاب حادة يقوم بحالة إلى طبيب نفسه الحصول على تقييم شامل وربما علاج دوائي مناسب مع الاستمرار في تقديم الدعم النفسي في جلسات المشورة إذن يلاحظ المرشد أن المريض يظهر علامات اكتئاب حادة يقوم بحالته إلى طبيب نفسه للحصول على تقييم شامل وربما علاج دوائي مناسب مع الاستمرار في تقديم الدعم النفسي في جلسات المشورة تاسعا التشجيع والتحفيز تعزيز الدوافع يعمل المرشد على تحفيز المريض وتعزيز دوافعه نحو التعافي من خلال تقديم الدعم المستمر والاعتراف بالإنجازات التشجيع على الأنشطة الإيجابية يشجع المرشد المريض على المشاركة في الأنشطة الإيجابية والبناء التي تعزز من صحته النفسية والجسدية إذن تعزيز الدوافع يعمل المرشد على تحفيز المريض وتعزيز دوافعه نحو التعافي من خلال تقديم الدعم المستمر والاعتراف بالإنجازات التشجيع على الأنشطة الإيجابية يشجع المرشد المريض على المشاركة في الأنشطة الإيجابية والبناء التي تعزز من صحته النفسية والجسدية مثال على ذلك يحتفل المرشد مع المريض بمرور مثلاً 30 يوم على امتناع الكحول مما يعزز الشعور بالإنجاز ويحفز المريض على الاستمرار في مسار التعافي ويشجع المرشد المريض على مشاركة قصته في مجموعة الدعم لتعزيز الثقة بالنفس والالتزام بالتعافي إذن يحتفل المرشد مع المريض مثلاً بمرور 30 يوماً على امتناع الكحول مما يعزز الشعور بالإنجاز ويحفز المريض على الاستمرار في مسار التعافي يشجع المرشد المريض على مشاركة قصته في مجموعة الدعم لتعزيز الثقة بالنفس والالتزام بالتعافي التشجيع على الأنشطة الإيجابية مثال ذلك يلاحظ المرشد أن المريض كان يستمتع بالرسم قبل الإدمان يشجعه على استعادة هذه الهواية ويقوم بتوجيهه إلى دورات فنية محلية مما يعزز من رفاهيته النفسية ويوفر بديلاً صحياً للوقت والجهد الذي كان يستنزف في الإدمان إذا تشجيع الأنشطة الإيجابية يلاحظ المرشد أن المريض كان يستمتع بالرسم قبل الإدمان يشجعه على استعادة هذه الهواية ويقوم بتوجيهه إلى دورات فنية محلية مما يعزز من رفاهيته النفسية ويوفر بديلاً صحياً للوقت والجهد الذي كان يستنزف في الإدمان إذن دور المرشد في معالجة الإدمان يتمحور حول تقديم الدعم الشامل والمستمر ألا يضمن تقييم الدقيق وضع خطط العلاجية الفردية وتقديم المشورة التعليم والتوجيه وكذلك تحفيز المرضى وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية المرتبطة بالإدمان طبعاً استخدام الأمثلة الواقعية يمكن فهم كيفية تطبيق هذه الأدوار في حياة الأفراد الذين يعانون من الإدمان إذن دور المرشد في معالجة الإدمان يتمحور حول تقديم الدعم الشامل والمستمر الذي يضمن التقييم الدقيق وضع الخطط العلاجية الفردية تقديم المشورة التعليم والتوجيه وكذلك تحفيز المرضى وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية المرتبطة بالإدمان طبعاً استخدام الأمثلة الواقعية يمكن فهم كيفية تطبيق هذه الأدوار في حياة الأفراد الذين يعانون من الإدمان كيفية تنفيذ جلسات الإرشاد منالساتك معنا؟ سيد منالك أنه راح أنت عندها كتبت لنا من شوية أنت عندها سيء تماماً آآ في سؤال يا شباب تنفيذ جلسات الإرشاد الجماعي مع المدمنين طبعاً الجلسة الأولى تهدف إلى التهيئة التعليمية والمعرفية في المرحلة الأولى يبدأ المرشد يبدأ الجلسة بطريقة غير مباشرة يبدأ الجلسة بحديث عامة مثالاً تنفيذ جلسات الإرشاد الجماعي مع المدمنين يطلب تخطيط الدقيق والمهارات اللازمة لضمان أن تكون الجلسات فعالة وتوفير بها داعمة للأعضاء طبعاً كيفية تنفيذ هذه الجلسات التحضير للجلسة تحديد الأهداف حد الأهداف الرئيسية للجلسة مثل مناقشة استراتيجيات التعامل مع الرغبة في الانتكاسة أو مشاركة تجارب الشخصية إذن تحديد الأهداف يجب أنه حد الأهداف الرئيسية للجلسة مثل مناقشة استراتيجيات التعامل مع الرغبة في الانتكاسة طبعاً أو مشاركة تجارب الشخصية اختيار الموضوع يجب أن نختار موضوعاً مناسب لإحتياجات المجموعة الحالية مثل إدارة التوتر، تعزيز الثقة بالنفس أو بناء علاقات الصحية إذن يجب أن نختار موضوعاً مناسب إحتياجات المجموعة الحالية مثل إدارة التوتر، تعزيز الثقة بالنفس أو بناء العلاقات الصحية بداية الجلسة التعريف والافتتاح يبدأ المرشد الجلسة بتعريف نفسه وترحيب العضاء يمكن أن يضمن ذلك مراجعة سريعة لقواعد المجموعة مثل السرية، الاحترام المتغادل والتحدث بدور إذن التعريف والافتتاح يبدأ المرشد الجلسة بتعريف نفسه وترحيب العضاء يمكن أن يضمن ذلك مراجعة سريعة لقواعد المجموعة مثل السرية، الاحترام المتغادل، التحدث بدور مثال مرحبا بكم جميعا أنا اسمي حسن سأكون مرشدكم في هذه الجلسة هدفنا اليوم هو مناقشة كيفية التعامل مع الرغبة بالتعاطي تذكر أن ما تحدث عنه هنا يبقى هنا إذن السرية ما تحدث عنه هنا يبقى هنا إذن مثال على ذلك تعريف والافتتاح مرحبا أنا حسن سأكون مرشدكم في هذه الجلسة هدفنا اليوم هو مناقشة كيفية التعامل مع الرغبة في التعاطي تذكروا أن ما تحدث هنا سوف يبقى هنا الثالثة جلسة الرئيسية مشاركة التجارب الشخصية شجع المرشد العضاء على مشاركة تجارب الشخصية المرتبطة بموضوع الجلسة إذن مشاركة التجارب الشخصية شجع المرشد العضاء على مشاركة تجارب الشخصية المرتبطة بموضوع الجلسة مثال هل يرغب أحدكم في مشاركة موقف واجهه فيه رغبة قوية للتعاطي وكيف يتعامل معه إذن مشاركة التجارب الشخصية شجع المرشد العضاء على مشاركة تجارب الشخصية المرتبطة بموضوع الجلسة هل يرغب أحدكم في مشاركة موقف واجهه فيه رغبة قوية للتعاطي وكيف يتعامل معها تقديم المرشد 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 وستراتيجيات حول موضوع الجلسة إذن يقدم المرشد معلومات وستراتيجيات حول موضوع الجلسة مثال دعونا نتحدث عن بعض الطرق التي يمكنكم استخدامها عندما تشعرون بالرغبة في التعاطي إذن دعونا نتحدث عن بعض الطرق التي يمكنكم استخدامها عندما تشعرون بالرغبة في التعاطي مثل معرسة تمال رياضية أو الانشغال بالنشاط تحبونه أو الخروج من المنزل أو الذهاب إلى جلسة عائلية مثلا إذا تقديم المرشد معلومات وستراتيجيات حول موضوع الجلسة مثال دعونا يتحدث عن بعض الطرق التي يمكنكم استخدامها عندما تشعرون بالرغبة للتعاطي مثل مرس تماني رياضية أو الانشغال بنشاط تحبونه التفاعل المناقشة يفتح المرشد باب النقاش بين الأعضاء مما يسمح لهم بالتفاعل وتبادل النصائح والدعم إذن يفتح المرشد باب النقاش بين الأعضاء مما يسمح لهم بالتفاعل وتبادل النصائح والدعم مثال ذلك ما هي بعض الطرق التي وجدتموها مفيدة للتعامل مع التوتر كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في المواقف الصعبة إذن ما هي بعض الطرق التي وجدتموها مفيدة للتعامل مع التوتر كيف يمكننا دعم بعضنا البعض في المواقف الصعبة أيضا هناك تمارين جماعية الانشطة التفاعلية استخدم المرشد أنشطة تفاعلية لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين الأعضاء إذن استخدم المرشد أنشطة تفاعلية لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين الأعضاء مثال سنقوم الآن بتمرين تفاعل يسمى لأحة الامتنان مثلا سأطلب كل واحد منكم كتابة ثلاثة أشياء يشرب الامتنان لها اليوم ثم سنشاركها في المجموعة أو مع المجموعة إذن سنقوم اليوم أو الآن بتمرين تفاعل يسمى لأحة الامتنان سأطلب من كل واحد منكم كتاب الثلاث اشياء يشعر بالامتنان لها اليوم ثم سنشاركها مع المجموعة المتابعة وتقديم الدعم هنا خطط العمل الشخصية شجع المرشد العضاء على وضع خطط عمل شخصية للتعاون مع تحدياتهم الخاصة إذن خطط العمل الشخصية يشجع المرشد العضاء على وضع خطط عمل شخصية للتعاون مع تحدياتهم الخاصة مثال قبل أن ننهي الجلسة أود من كل واحد منكم أن نفكر في خطوة واحدة صغيرة يمكنه اتخاذ هذا الأسبوع كعزيز دعافي ماذا ستكون خطوتك الأولى؟ إذن خطط العمل الشخصية يشجع المرشد العضاء على وضع خطط عمل شخصية للتعاون مع تحدياتهم الخاصة مثال قبل أن ننهي الجلسة أود من كل واحد منكم أن يفكر في خطوة واحدة صغيرة يمكنه اتخاذها هذا الأسبوع لتعزيز دعافي ماذا ستكون خطوتك الأولى؟ تقديم الموارد يوفر المرشد موارد إضافية أو يوصي بقراءة أو أنشطة يمكن أن تساعد العضاء إذن يوفر المرشد موارد إضافية أو يوصي بقراءة أو أنشطة يمكن أن تساعد العضاء مثال إذا كنتم تبحثون عن المزيد من الدعم أود أن أوصي بقراءة هذا الكتاب مثلا أو الانضمام إلى هذه المجموعة المحلية إذن مثال إذا كنتم تبحثون عن المزيد من الدعم أود أن أوصي بقراءة هذا الكتاب أو الانضمام إلى هذه المجموعة المحلية اختتام الجلسة التلخيص والشكر لخص المسجد النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها ويشكر العضاء على مشاركتهم مثال شكرا لكم على مشاركتهم القيمة اليوم لقد تحدثنا عن استراتيجيات مختلفة للتعاون مع الرغبة في التعاطي وهمية الدعم بعضنا البعض نلتقي في الجلسة القادمة الأسبوع المقبل اذا شكرا لكم على مشاركتكم القيمة اليوم لقد تحدثنا عن استراتيجيات مختلفة للتعامل مع الرغبة في التعاطي وهمية الدعم بعضنا البعض نلتقي في الجلسة القادمة الأسبوع المقبل ان شاء الله اذا كيفية تنفيذ جلسات الارشاد الجماعي مع المدمنين تحضير الجلسة من خلال تحديد الأهداف واختيار الموضوع بداية الجلسة التعريف والاتتاح ثالثا الجلسة الرئيسية مشاركة التجارب الشخصية تقديم المعلومات والتفاعل والمناقشة وايضا رابعا تمارين جماعية لانشطة التفاعلية مثلا المتابعة وتقديم الدعم خلط العمل الشخصية وتقديم الموارد واختتام الجلسة والتلخيص والشكر مثال ذلك مثلا جلسة حوار حول إدارة التوتر المقدمة اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع التوتر وهو عامل شائع يمكن أن يقود إلى الانتكاس إذن جلسة حوار حول إدارة التوتر المقدمة اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع التوتر وهو عامل شائع يمكن أن يقود إلى الانتكاس سنبدأ بتمرين التنفس العميق إذن أول نشاط سنقوم بتمرين التنفس العميق وسأقودكم خلال التمرين ثم نتحدث عن كيفية استخدامه في حياتكم اليومية إذن المقدمة اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع التوتر وهو عامل شائع يمكن أن يقود إلى الانتكاس نشاط سنبدأ بتمرين التنفس العميق سأقودكم خلال هذا التمرين ثم نتحدث عن كيفية استخدامه في حياتكم اليومية من يرغى في مشاركة موقف حديث شعر فيه بالتوتر وكيف تعامل معه إذن من يرغى في مشاركة موقف حديث شعر فيه بالتوتر وكيف تعامل معه جلسة حول بناء العلاقات الصحية مثل العلاقات الصحية يمكن أن تكون دعماً قوياً في رحلاتنا التعافي مثل المقدمة العلاقات الصحية يمكن أن تكون دعماً قوياً في رحلاتنا التعافي سنتحدث اليوم عن كيفية بناء هذه العلاقات النشاط سنقوم بتمرين الشريك المثالي حيث سنكتب جميعاً الصفات التي نعتقد أنها مهمة في علاقة صحية ثم سنناقشها إذن سنقوم بتمرين الشريك المثالي حيث سنكتب جميعاً الصفات التي نعتقد أنها مهمة في علاقة صحية ثم سنناقشها هل يمكن لأحدكم أن يشارك قصة عن علاقة دعم تعافي؟ ما الذي جعلها مفيدة؟ إذن هل يمكن لأحدكم أن يشارك قصة عن علاقة أو علاقة دعم التعافي؟ ما الذي جعلها مفيدة؟ إذن مثال حول جلسة حوار إدار التوتر وجلسة حوار حول بناء العلاقات الصحية إذن تنفيذ جلسات الرشاد الجماعي مع المنمنين يطلب توازناً بين تقديم المعلومات التشجيع على المشاركة الفعالة وتوفير بيئة داعمة من خلال استخدام الأمثل العملية والأنشطة التفاولية يمكن للمرشدين تعزيز التفاول الإيجابي ودعم العضاء في رحلتهم نحو التعافي إذن تنفيذ جلسات الرشاد الجماعي مع المنمنين يطلب توازناً بين تقديم المعلومات تشجيع على المشاركة الفعالة توفير بيئة داعمة من خلال استخدام الأمثل العملية والأنشطة التفاولية يمكن للمرشدين تعزيز التفاول الإيجابي ودعم العضاء في رحلتهم نحو التعافي بعد انتهاء من جلسات العلاج من المهم توجيه كلمات شكر وتقدير للمرشدين على جهودهم ودعمهم خلال رحلت التعافي إذن بعد انتهاء من جلسات العلاج من المهم توجيه كلمات شكر وتقدير للمرشدين على جهودهم ودعمهم خلال رحلت التعافي هذه الرسائل يمكن أن تكون لها تأثير كبير في تعزيز الروح المعنوية للمرشدين وإظهار الامتنان لهم إذن مثلا شكرا لكم على ما قدمتهم لنا بماذا نقول المدمنين بعد تعافية مثلا نقول كن صادقا عبر المشارك الصدق وكن صاريخا مع التعب دائما يجب أن يكون هناك تشجيع مستمر مثلا كل مرة شعرنا فيها بالرغبة بالاستسلام كان هناك تشجيع ودفع الاستمرار شكرا لك أيها المرشد مثلا هناك كان دائما اجتمام فردي من المرشدين أيضا هناك علاقة شخصية بين المرشدين والمريض ودائما تكون الجلسة الجماعية عبارة عن فريق واحد إذن نقول في نهاية المحاضرة شكرا لكم على مشاركتكم القيمة اليوم لقد تحدثنا عن استراتيجيات مختلفة للتعاون مع الرغبة في التعاطي مثلا وهمية دعم بعضنا البعض نلتقي في الجلسة القادمة الأسبوع المقبل نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر